السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلاة والسلام وعصول الله اليوم نحن نرى علي عزب بيكوفيك في المنزل هو هو الأولى والأولى في بوزنيا اليوم نرى مكان علي عزب بيكوفيك رئيس بوسنى السابق لماذا نرى علي عزب بيكوفيك اليوم؟ لماذا لقد انتظر احققه من الوقت احققه من الوقت أنه انتظر احققه من الوقت لأنه قام السلام الذي ناد به وحققه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحدبية علي عزب بيكوفيك في عزب بيكوفيك في عزب بيكوفيك عندما كان المنزل علي عزة بيزيكوفيك هو بدأ يدخل في محاورات السلام ويبني السلام بالرغم من هذا السلام في هذا الوقت لم يكن عادل خاصة لكثير من البسنوين لما فعل الرسول في سورة الحدابية ويقف على الحدابية في حدابية في حدابية حدد الحدابية كان المسلم يتحدث في الحدابية لم يكن يريد أن يقرأ بإسم الله الرحمن الرحيم في الحدابية بسرعة حدابية الكفار المشركين رفضوا ان يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وشطبوها في سرعة حدابية المشركين رفضوا انهم يكتبوا محمد صلى الله عليه وسلم وكتب محمد بن عبد الله في سرعة حدابية رفضوا انه يخلي المسلم اللي يبقى مشرك يرجع لقريش والمشرك اللي يبقى مسلم يرجع لقريش فكان السلح غير عادل تماما لكن كانت رؤية رسولة الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت انه هو بيبني السلام وابعد ثلاثة أيام من انتهاء امداء على السلام ربنا نزل سبحانه وتعالى سورة الفتح هذا كانت رؤية رسولة الله صلى الله عليه وسلم وهذه كانت رؤية علي عز بيكفيش هذه كانت هيه الاقro Cuz this was the vision of the Prophet صلى الله عليه وسلم and this was the vision of Great President علي عز بيكفيش بعض الناس اعتقدوا ان علي عزبوكويتش كان غير واعي ولا يحمي شعبه وكيف يقبل بهذا السلام الغير العادل لكن هذه نفس الرؤية التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بدأ بنى السلام مع قريش في صلح الحديبية وكان سلام أيضا غير عادل لذلك هذا هو منذ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تقع فيه حجم علي عزبوكويتش وكيف يجب ان نيلسون ماندلا لدي يجب ان تشعر الناس وكيف يجب ان الناس في رواندا في 1994 و1995 وما انت تقع في الحجم من الملايين الذين هم يقتلون في بعض مدة موانات لديهم نفس الناس مثل العزبوكويتش مثل العزبوكويتش والذي يجب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لأن نفس الموضوع حصل في رواندا بعد ما قتل قرابة من مليون شخص وحصل أيضا في الهب أفريقيا بعد الاستعمار أو بعد التفريقة العنصرية للبيض ضد السود فيها لمئات السنين وهم بنوا السلام اللي قد يندر إليه أنه السلام غير عادل لكنه أصبح في الآخر استقر السلام في جنوب أفريقيا استقر السلام في رواندا وأصبحت رواندا حاليا من أكثر البلاد في أفريقيا في سرعة النمو والاستقرار وهو من happened to that today became one of the fastest growing economy as well as peaceful and established uh country in Africa اليوم أنا أكلم عن السلام اليوم سوف they are talking about peace peace has to be built because peace as i said earlier on is life and peace is development and peace is motivation and peace is creation of community civilization as well as renaissance السلام هو الحياة والسلام هو بناء المجتمعات والسلام هو بناء النهضات وبناء اللي هو الحضارات إلى آخرين والسلام أيضا هو بناء الاستقرار والاقتصاد في البلاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكتسبة لك واتمنى واتمنى أن كل واحد منا أن يساعد البصنوين على استقرار السلام واستكمال بناء السلام وابناء البصنة وأن نبني السلام في كل مكان في العالم واتمنى أن تساعد أي شخص المجتمعات في البلاد أو المجتمعات في البلاد أو المجتمعات لأن كلكم ساعدوا من يبنون السلام في أي مكان في العالم سواء في مكان المسلمين أو مكان غير المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيس بياب ونيو